عشر أيام بالضبط والسوبر الأفريكي يتعب بالآل والزمالك السوبر ده 50-50؟ لا لا طبعا مش 50-50 لا 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 ما نفعشه بـ 50-50 يعني لسببين دي الجملة التقليدية دايما لا خبص على الفكرة لا لا مش تقليدية التقليدية 50-50 التقليدية مواجهة الآل والزمالك 50-50 بس فأني حالة فأني حالة أنت تقول لي مش 50-50 لا طبعا ليه ما نفعشه بـ 50-50 حتى لو هي على أرض الواقع 50-50 يعني لو هما شايفينا 50-50 احنا مش شايفينا 50-50 أولا هما مين الزمالك يعني أولا الزمالك مش جاهز يعني اللي تفرج على الماتش اللي فات بتاع أفراقيا شايف فرقة مش جاهزة ممكن يجهز ممكن يجهز ممكن اللعيبة اللي اشتراها يا نادي الزمالك ما تفرج مش عليها فبالتالي لسه ما دخلتش هل ممكن تدخل أنا بكلمك على الواقع اللي احنا شايفينه مش مش اللي يحصل اللي هو دلوقتي حالي اللي هو بعد 10 ممكن يحصل بعد ماتش مبارح بتقيم إمتى بتقيم بناء على ماتش صح تمام أو على استعداد كمام بلاش ماتش عشان احنا لسه في داية السيزن وانه برد المور مش أفضل حاجة فانت بتقيم بناء على اللي انت شفته في الماتش اللي فات تمام وبتاخد منه بعض الحاجات مش كل الحاجات لأنه ممكن خلال 10 تيام اللي جاين دول يتحسن أوضاع كتيرة جدا ولعيبة تدخل ولعيبة تبقى لها باع كويس ولعيبة تقد بشكل كويس واللعيبة اللي اشتروها نادي الزمالك ممكن تلاقيهم بلعبوا في الماتش وبيقدوا بشكل رائع جدا ممكن تلاقي الكلام دا موجود على فكرة في الماتش اللي جاي لكن انا بكلمك في وضع قائم في الوقت الحالي الوضع القائم في الوقت الحالي الامر مختلف لأنه اللي عنده ثبات لأنه اللي عنده تيم مكتمل تمام الزمالك ما عندهوش ثبات ما عندوش تيم مكتمل ممكن يتحسن فيما بعد ممكن يتحسن فيما بعد فانت بتقولي الاهلي يكسب السوق مش بنسب رهيبة يعني بس يعني يعني ممكن نقول مثلاً 65-35